مساء الخير مشاهدين الأعزاء من استوديوهات التلفزيون الأردنية نتحدث عن يوم الأربعاء الماضي التاسع والعشرين من شهر نوفمبر يوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يتزامن هذا اليوم مع الإبادة الجماعية والمجازر الجماعية التي تحدث على أرض غزة هذا اليوم الذي يقف العالم جميعاً للتضامن مع الشعب الفلسطيني يتزامن مع أحداث دامية لنقول للعالم أجمع بأن التضامن مع الشعب الفلسطيني وذلك بإثبات وتثبيت صمودهم على أرضهم الأردن بقيادة جلالة الملك وأيضاً بجهود من سمو ولي العهد وأيضاً بموقف شعبي أثبت للعالم أجمع وقدم النموذج لدعم الصمود الفلسطيني ودعم الفلسطينيين وتثبيتهم على أرضهم سنتحدث عن أهمية هذا اليوم الموقف للدولة الأردنية على المستوى الرسمي وعلى المستوى الدبلوماسي والسياسي وأيضاً الشعبي فاسمحوا لنا أن نرحب بأستاذ الدكتور أيمن البراسنة أستاذ العلوم السياسية من الجامعة الأردنية أهلاً ومرحباً بك دكتور مساء الخير إلا أنا لك ولا جميع مشاهدي تيفيزون الأردنية دكتور نحن نتحدث عن عقود طويلة جداً من الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين كيف تصف لنا هذا الاحتلال وكيف مرت هذه السنوات من يعني الانتهاك تلك الحقوق سواء انتهاك الأرض وانتهاك الشعب سلب الحقوق وأيضاً المحاولة في التهجير كيف تصف هذه العقود من السنوات؟ لا شك أن هذه العقود السبعة الماضية كانت فيها الكثير من المعاناة على المستوى الإنساني والاقتصادي والمستوى السياسي أيضاً الأشقاء في فلسطين يعني عانوا كثيراً من عقود طويلة من الاحتلال الأطول الاحتلال في التاريخ وهذا الاحتلال صراحة منعهم من الكثير من الحقوق وفي مقدمتها الحرية في الحياة وحرية أيضاً بناء دولة مستقلة كما هي باقي الدول خمس وسبعين عاماً من الاحتلال مارست فيها إسرائيل الكثير من الاعتداءات المتكررة والاستفزاز للشعب الفلسطيني إذا قلنا الاستفزازات الإسرائيلية في الحرم الإبراهيم الشريف في القدس في المخيمات المختلفة في كافة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة إذن فلسطين صراحة عبر هذه العقود الطويلة عانت كثيراً من ممارسات الاحتلال سواء كان على مستوى الاعتقالات أو الاقتحامات أو على مستوى الحرمان من الدخول إلى الحرم الإبراهيمي التضييق على المواطن الفلسطينيين اقتصادياً أيضاً لا يخفى لأحد أن دولة قابعة تحت الاحتلال كيف سيكون وضح الاقتصادي والسياسي وبالتالي أعتقد أنه الآن العالم يدرك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وهذه الحقوق صراحة هي من البديهيات في موضوع الحقوق والحريات للمجتمعات الإنسانية فلسطين عبر هذه العقود طويلة من الاحتلال لا شك أنها عانت كثيراً وآن الأوان للعالم لأن يعترف بحقية الشعب الفلسطيني بأن يرى دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 67 وعاصمة القلص الشرقية وبالتالي كل المبادرات على المستوى الإقليمي والدولي وكل القرارات الأممية هي جاءت للتأكيد على قيام الدولة الفلسطينية وبالتالي إسرائيل لا تزال عبر حكومات متعاقبة لا تزال ترفض الاعترام بالدولة الفلسطينية وتراوغ وخاصة وصل إلى الحكومة الحالية الأكثر يمينية والأكثر تطرفاً في تاريخ الدولة الإسرائيلية هذه الحكومة تماطل وتحاول أن تلغي حل الدولتين ما حصل في غزة مؤخراً هو محاولة ممنهجة من الاحتلال ومحاولة من هذه الحكومة اليمينية المتطرفة المرتهنة لتيار الصهيونية الدينية لمحاولة دفن حل الدولتين وإلغاء القضية الفلسطينية من المحافر الإقليمية والدولية إذن هي كانت عملية عسكرية لكن بأهداف سياسية دكتور نعم الأهداف السياسية الإسرائيلية واضحة هذه العملية الأخيرة الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر والتي امتدت لخمسين يوماً تقريباً وبعدها الآن الهدنة هذه الخمسين يوماً صراحةً حاول الاحتلال من خلالها أن يحقق هدفين رئيسيين لكل الحمل على غزة أول هذه الأهداف هو اجتثاث المقاومة والمقصود بها حماس في قطع غزة وأيضاً إضعاف كوادرها وتنظيمها وإضعاف قدرتها على ممارس السلطة في قطع غزة الهدف الثاني كان هو محاولة تحرير الرهائن الذين أسرتهم حماس من خلال عملية عسكرية ومن خلال توغل بري في القطاع ورفض للتفاوض مع حماس الآن الواضح أن هذه الأهداف السياسية فشلت إسرائيل في تحقيقها على أرض الواقع مما اضطرها إلى اللجوء إلى المفاوضات عبر الوسطة طبعاً عبر الوسطة المصرية والقطرية وبالتالي هذه الوسطة أثمرت في الوصول إلى هدنة الآن التضامن مع الشعب الفلسطيني له صور متعددة وله أشكال متعددة وسلوكيات لكن نتحدث عن الدولة الأنموذج التي عززت هذا الصمود على الأرض عززت التضامن مع الشعب الفلسطيني نتحدث عن الدولة الأردنية سيد الكريم فلسطين تعني للأردن شيء متعلق بالأمن الوطني الأردني أبناؤهم أبناؤنا شهداؤهم هم أبناؤنا أيضاً أطفالهم الذين يموتون عندما أشعر بأن طفل في غزة يموت هو طفل أردني فنتحدث عن موقف الدولة الأردنية سواء كان بقيادة جلالة الملك طبعاً وجهود سمو ولي العهد الموقف الرسمي الأردني والموقف الشعبي في سبيل دعم الصمود الفلسطيني على أرضه لا شك أن الأردن كان هو الأقرب دوماً للقضية الفلسطينية بحكم الواقع الجيوستراتيجي والجغرافي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبالتالي نحن الأقرب إلى القضية الفلسطينية وإلى الهم الفلسطيني وبالتالي جلالة الملك ينظر دائماً إلى القضية الفلسطينية لأنها مسألة أمن قوم أردني أيضاً وهذا ما عبر عنه في كثير من المناسبات وفي خطاباته في الأمم المتحدة على مستوى الإقليمي في زياراته التي قام بها مؤخراً إلى عواصم أوروبية وخليجية كان الهدف الأردني واضح في التأكيد على ثوابته لجاه القضية الفلسطينية من حيث دعم الأشقاء وصمودهم على أرضهم ومن حيث رفض أي سيناريو محتمل للتهجير ولن يسمح الأردن وهكذا أعلنها الملك صراحة وأيضاً على لسان وزير خارجي في أكثر مرة أنه لا يمكن للأردن أن يقبل بسيناريو التهجير وترحيل الأزمة الفلسطينية أو القضية الفلسطينية لحلها على حساب دول الجوار هذا مرفوض وأعتقد أن هذا الموقف الأردني يعتبر نوع من الدعم السياسي المطلوب للأشقاء في فلسطين لا بد أن يقف الأردن كان هذه الوقفة لبالفعل تعزيز الصمود للإخوة في فلسطين على أرضهم والإرسال رسائل سياسية أيضاً إلى الداخل الإسرائيلي وإلى الغرب أيضاً وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية بأن الأردن سيبقى مسانداً للأشقاء في فلسطين وحتى نايل حقوقه المشروع على أرضهم وبالتالي الأردن وقف صراحة فيها الكثير من الدعم السياسي والمعنوي والدعم أيضاً في الخطاب السياسي الموجه للخارج الأردن ينتهج سياسة خارجية قوامها الاعتدال والوسطية ومع ذلك الأردن يتخذ من القضية فلسطينية أولوية في أجندته الخارجية وبالتالي دائماً في كل المناسبات حتى في مؤتمرات التي كان يحضرها الملك والتي تتحدث عن التنمية مؤتمر جد للتنمية وكان يتحدث عن القضية فلسطينية وأنه لا أمن ولا تنمية ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط دون إيجاد حل عادل ودائم ومنطقي للقضية فلسطينية إذن الأردن عبر هذه المواقف الرسمية التي تتناغم مع المواقف الشعبية لا شك أنها يمثل أنموذجاً في دعم الأشقاء في فلسطين دكتور الآن دع جلالة الملك خلال جولاته أيضاً وجهوده الدبلوماسية والسياسية في طوفان الأقصى تهى إلى أهمية أن يكون هناك تحالف سياسي نتحدث وأنت تعلم وأستاذ في العلوم السياسي التحالفات كم تبني قوة الآن التحالف نتحدث عن نموذج أيضاً لهذا التحالف بين مصر الشقيقة مصر والأردن في سبيل فعلاً التضابن مع الشعب الفلسطيني وإعطائه حقوقه والوقوف في صد فكرة التهجير التي تقوم بها إسرائيل أهمية أن نبني على التحالف الأردني المصري كم هو ضروري؟ نحن أحواج ما نحتاج إليه في هذه الأوقات صراحة والتي يمر فيها الإقليم باضطرابات كثيرة نحن نحتاج إلى بالفعل وحدة الصف العربي أو على الأقل تنسيق المواقف العربية وهذا ما كان يعني الأردن دائماً يسعى له على الدوام الأردن وعبر سياسته الخارجية الوسطية المعتدلة المتزنة في المنطقة والتي هي موضع تقدير ومحل احترام من قوى الإقليم ومن القوى الدولية وعلى رأس المؤولية المتحدة الأمريكية هناك ثقة بدور الأردن وأهميته في قضايا المنطقة المحورية والمركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وبالتالي الأردن بذل جهود مضنية دبلوماسية وسياسية في سبيل خدمة القضية الفلسطينية وإظهار أهميتها للرأي العام العالمي نحن نعلم في الآون الأخيرة العالم يشغل بملفات كثيرة الحرب الروسية الأوكرانية مماحكات الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين وبالتالي مشاريع اقتصادية الولايات المتحدة الأمريكية وانشغال الدول العربية بمشاكلها ونزاعاتها الداخلية نعم 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 نحن بحاجة إلى إعادة بالفعل هذه القوى الإقليمية إلى الواجهة هذا عبر تنسيق وبالتالي الأردن كان سباقا لتنسيق مواقفه مع مصر بخصوص خاصة الموضوع التهجير ورفض سيناريو التهجير المحتمل الذي لطالما حاولت الإدارة الأمريكية عن طريق الرئيس بايدن وعن طريق وزير خارجي بلينكين الترويج لهذا السيناريو وبالتالي زيارة الملك للقاهرة في قمة القاهرة للسلام وبعدها أيضا زيارة الملك إلى الرئيس السيسي هي جاءت لتثبيت الموقف الأردن والمصري الرافض لتهجير الأشقاء في فلسطين والتسبب بنكبة ثانية للفلسطينيين بعد نكبة 48 نحن نحتاج إلى خطوات إضافية من الأشقاء العرب لبناء على هذا الجهد الدبلوماسي والسياسي هناك سواء تفاوت في الخطاب العربي نعم للأسف لا يزال الخطاب العربي والقوى المؤثرة والوازنة في النظام الإقليمي العربي لا تزال خارج الفعل والتأثير فيما يخص القضية الفلسطينية وبالتالي الصحيح الأردن هو لصيق القضية الفلسطينية ويحمل أولوية وتحمل أهمية في السياسة الخارجية ولكن أيضا على الآخرين في الإقليم أن يعوى تماما بأن تداعيات القضية الفلسطينية ستطالل جميع الإقليم ولهيب المنطقة إذا ما اشتعل لن يستثنى منه أحد وبالتالي نحن بحاجة إلى رص الصفوف إلى تنسيق المواقف العربية نرجع من جديد أهمية الفعل والتأثير العربي في السياسة الإقليمية والدولية لدينا في المنطقة قوة إقليمية مثل إيران وتركيا وإسرائيل هذه قوة لها مشاريعها في المنطقة وعلى العرب أن يكون لهم مشروعهم الخاص القاضي بالفعل إعادة الزخم العربي للتأثير في تفاعلات المنطقة ولا سيما أنها المتضررة أيضا من أي تداعية سلبية وبالتالي نعم نحتاج إلى مساندة الأردن في هذه المواقف التي يتخذها ولا خاصة أن الأردن في الآون الأخيرة اتخذ خطابا سياسيا تصعيديا تجاه إسرائيل وتجاه حتى الغرب وحسب تطور الأحداث الأردن كان يصعد في كل مرة سحب السفير من تل أبيب أبلغ وزير خارجي الإسرائيلي بعدم العودة إلى عمان لحين وقف طلاق النار وزير خارجي وهي خطوات أبدا مش سهلة لها تبعيات على فكرة كانت بلهجة متصاعدة دبلوماسية لكن بلهجة كانت واضحة وصريحة ومتدرجة يعني الحنك الدبلوماسي وأنا هنا أريد دكتور أيمن إن سمحت لي أن أتحدث على موضوع كيف تقرأ الخطاب الإعلامي في الدبلوماسية الأردنية كان خطاب ناجح ذكي واضح صريح ومباشر لكنه متصاعد كم هذا لعب دور في استدارة الرأي العام وتغيير الرأي العام العالمي ونحن نرى الآن وكنا نتحدث قبل التسجيل الدكتور أيمن بأن أمريكا حتى تغير الآن حديثها وخطابها صحيح الخطاب الإعلامي والسياسي الأردني منسج مع ذاته وبالتالي هذه اللغة الإعلامية المتصاعدة هي تعبر عن الثوابت الأردنية كما أسلف في بداية حديثي تجاه القضية الفلسطينية الأردن لديه ثوابت لا يتنازل عنها في السياسة الخارجية وهي دعم الأشقاء في فلسطين لحين نايل حقوقهم مشروع على أرضهم وبالتالي الأردن يرى في الحل السياسي الذي يجسد بحل الدولتين هذا هو المخرج الآمن للفلسطينيين والإسرائيليين على السوا وهو صوت الحكمة والمنطق والعقل الواعي المدرك لتطورات وتداعيات القضية الفلسطينية وبالتالي الخطاب الإعلامي والسياسي وعقلاني ومتوازن ويعبر عن الحكمة في إدارة السياسة الخارجية الأردنية وأعتقد أن هذا الموقف المتناغم والمنسجم رسميا وشعبيا كان له الأثر في أيضا التأثير بالقوة الفاعلة على مستوى المنطقة وعلى المستوى العالمي الخطاب الإعلامي الأردني واجه قبولا أمريكيا وغربيا وتفاهما أيضا لمخاوف الأردن التي طالما عبر عنها جلالة الملك في أكثر من مناسبة على المستوى الدولي من أنه من الضروري بما كان إذا ما أرادت القوى الإقليمية والدولية الاستقرار في منطقة الشهر الأوسط والتنمية وإدماج إسرائيل في المنطقة فلا بد أن يكون هذا عبر حل سياسي للقضية الفلسطينية يتجسد بالقبول بواقع حل الدولتين الآن والتي تحت الملكية وعلى لسان الرئيس بايدن منذ يومين أو ثلاثة أعلن عن العودة إلى موضوع حل الدولتين وقال بأنه لا سبيل لإنهاء القضي الفلسطيني إلا بالسلام عن طريق حل الدولتين إذن الأردن بهذه السردية وهذه الرواية أثر كثيرا في خطاب القوى الإقليمية والقوى الدولية حتى الغرب الأوروبي القارة الأوروبية والأتحاد الأوروبي ووزير الخارجية وعقد المؤتمر الصحفي في إسبانيا في ما يسمى الاتحاد من أجل متوسط هذه أيضا خطوات دبلوماسية مكثفة لإظهار بأنه لا يمكن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا بالوسائل السياسية حسم المعركة عسكريا لن يكون بمقدور الطرفين وهذا ما أثبتت خمسين يوم من العمليات العسكرية على قطع غزة لم تأتي بنتيجة لم تحقق الحد الأدنى من الطموحات الإسرائيلية واضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى التفاوض مع جهة لا تعترب بها وهي المقاومة من أجل الإفراج عن الرهائن ووقت تطلق نار وبالتالي لعل هذا يصبح الآن مثار نوع من الضغط المتواصل أيضا على الحكومة الإسرائيلية غربيا وأمريكيا بأن شراء الوقت لمدة خمسين يوم لم يفلح في إعطاء إسرائيل أهدافها وتحقيق أهدافها وبالتالي هذا لعله الآن الجميع يدرك بأن بالفعل السيناريو العسكري لن يكون هو الفيصل في الموضوع إسرائيل لن تتمكن من تحقيق الأمن لنفسها ولا لجيرانها إذا ما استمرت بنفس العقلية وبنفس النهج المتطرف الذي يقصل آخر ولا يعترف بالحقوق للشعب الفلسطيني وبالتالي نعم الأمن لإسرائيل وللفلسطينيين وللمنطقة يتحقق عبر التفاوض الجاد لإحياء حل الدولة مرة أخرى وهذا ما قاله جلالة الملك منذ اليوم الأول لإندلاع حربازة بأن الحل لن يكون عسكريا الفكر الاستباقي لجلالة الملك كثير كان فكر تنويري للعالم أجمع بأن الحل السياسي هو الحل لهذه الأزمة وأعطاء الفلسطينيين حقوقهم أنا بدي أشكرك الأستاذ الدكتور أيمن البراسن وأستاذ العلوم السياسية من الجامعة الأردنية أهلا وسهلا فيك في برنامج بيت للكل شكرا لك شكرا لحضورك شكرا شكرا لحضورك شكرا لحضورك شكرا لحضورك شكرا لحضورك